السؤال الأولاني بيسأل هل أبوه عليه ذنب لو فعل هذا مع أخي نع لو الوالد فعل هذا فعلا والوالد اشترك مع الابن الصغير وأعطى الحق كله لولده الصغير وأكل حقوق بقية الأخوات يأثم النقطة الثانية بيسأل عن الموضوع مهما يكون من أمور ومشكلات بينه وبين أخيه لا يجزه بحلم الحوال أن يقطع أخاه حتى وإن قطعك أخوك واجب عليك أن تطرق بابه وأن تزوره وأن تصل رحمه والنقطة الثالثة والأخيرة بقى هو ظلمك أكل حقك جميل لكن هذا إياك أن يحملك في قلبك على أن تقره أو على أن تحمل له عداوة أو بغضاء المسألة ستسأل إن أردت أن تأخذ حقك في الدنيا فبيها ونعمك لسه في إمكانك خلاص فوض الأمر كله إلى الله لكن أحسن علاقتك بأخيك تاني بدون أقط مهمة بنوه عليها لو سمحت مهما يكون من خلافات موجودة في الأسرة إياك ثم إياك أن يصل هذا إلى قلبك في العداوات والبغض والقطيع لا إن أردت أن تأخذ حقك وكان في إمكانك بها ونعمة لم يكن في الإمكان أصبر واحتسب عند الله سبحانه وتعالى وتعامل معه بالرفق حتى ولو عصى الله فيك فأطع أنت الله تعالى فيه هذا هو المطلوب